الساعة الخير عاملين ايه? يا رب اكونوا خير. الفيديو انا مجمع فيه معلومات عن سيارة من السيارات اللي شكلها جامد ورياضية وحلوة وهي بروتون جين تو. اه جمعت طبعا مميزات وعيوب اه وكمان استهلاك البنزين وقدرة المحرك وقوة المحرك الالف وستومية بتاعها. اه غير كمان عايز اقول حاجة قبل ما ابدأ يعني الفيديو. ياريت اللي جرب العربية دي او يعرف حد قريب منه مجربها. ويقدر يضيف حاجة في التعليق يضيفها علشان كله يقدر يستفيد ويعرف اكتر بالاخص الناس اللي بتفكر تشتري العربية دي. طويل تعليقه? يلا نبدأ. اول انتاج ليه هكان في الفين واربعة واستمر الانتاج ليه الفين وستاشر. طول العربية حوالي اربعة متر تلتمائة وعشرة. يعني قربت من اربعة متر ونص. العرض متر سبعمائة خمسة وعشرين. اما ارتفاع العربية فهو متر ربعمائة خمسة وتلاتين. الوزن بقى الف مية وتسعين كيلو جرام. كوتشها مية خمسة وتسعين على ستين. وده كوتش اعتبر عريض. الجنود بتاعتها خمستاشر بوسة. العربية دي طبعا صناعة مليزية. المحرك الالف وستمية بيولد مية وعشر احصان. وبيتصارع من سفر المية في عشر ثواني فاصل خمسة. وده اداء رياضي اداء كويس بالنسبة لفئة زي دي. والمطور زي ده. والتصارع ده او الجيربوكس ناقل حركة يعني الاوتوماتيك الخمس سرعات. والسرعة الكسوة اللي بتحققها مية وتسعين كيلو متر في الساعة. وعلى فكرة هي فيها منها ناقل حركة منول ويد يعني منول واوتوماتيك. تغير ان فيه منها بس مش موجود كتير وهو مطور الف وتلتمية سي سي. طيب استهلاك البنزين. استهلاك البنزين المعروف عنها المتوسط يعني ستة لتر فاصل تلاتة لكل مية كيلو. وساعة خزان الوقود التانك بتاعها خمسين لتر. المميزات بقى. السبات العربية ثابتة على السرعات العالية وكمان في المنحنايات والملفات. حتى الملفات القوية قوي هي برضو بتبقى ثابتة فيها وفي المناورات. فرامل اي بي اس اي بي دي. في كمان اتنين ايرباج امامي بس حابة بقول ان ده مش في كل الفئات. يعني اللي انا بقوله ده الفرامل الاي بي اس والاي بي دي. دول مش موجودين والطبعا والايرباج مش موجودين في كل الفئات. الهيكل الخارجي تصمم من الشركة البريطانية لوتس. شركة لوتس بتاع العربية آآ الرياضية. وفيها كمان فوانيس ضباب. ندخل بقى على العيوب. قطع غيارها نقصة. وكمان اسعارها غالية. فيها مشاكل في بعض جوانب في القهرابة. حاجة تانية في لمبة خاصة بالمحرك حساسة جدا اللي هي ممكن تنور بسبب بنزين اتنين وتسعين عايد يعني. تقيلة في بيحها. يعني حركة بيحها مش آآ سهلة ان انت ترجع تبيحها. السوق بتاعها يعني ضعيف في البيع. الصيانة بتاعتها معقدة. يعني مش سلسة في صيانتها وكمان اسعارها مرتفعة. يعني اسعار الصيانة مرتفعة غير اسعار قطع الهيار. معدل استهلاك البنزين مرتفع. وده طبعا عشان اداء السيارة فده طبيعي جدا. طيب انا بس عايز اقول حاجة كل العيوب دي يعني ده غير ان كمان ايه المقاعد الخلفية دايقة. عشان انتم عارفين. دي برضو من ضمن العيوب. كل العيوب دي لحد ما ماشي. يعني اه هو في عيب بس انا هقف عنده. وهو قطع غيارها نقصة. قطع يعني انت لما تيجي تشتري العربية وانت قطع غيار العربية النقصة دي هتعملك مشاكل هتتعبك. ان انت تدور عليها وانت وممكن العربية تقف فترة بسبب ان انت مش رأي قطع تغيار ليها. يعني انا لما باجي اشتري عربية اول حاجة ببص عليها طبعا اساسيات العربية انها سليمة ما فيهاش حادثة ما فيهاش اه اي حاجة من الدواخل. تمام تمام. بعد كده بقى مبص على المطور والمحرك واداء المحرك نعرفه وكل ده. ولكن برضو من الحاجات اللي ببص عليها ومهمة هي قطع الغيار. هل قطع غيارة متوفرة? ولا هتعب لما اكون عايزة قطع تغيار لها. لان ممكن ده يكون سبب ان العربية اه تبقى صعبة في بحك. ما بقى هاش بسهولة. وتفضل فترة عطلانة. لاني مش لقى لها قطع تغيار واقعد بقى الف عليها كتير. فدي من الحاجات اللي تبقى متعبة جدا في العربيات اللي هي قطع غيرها ناصر. فانا بنصحك وبنصحك. ده ما اكون هتجيب عربية. تأكد كويس ان قطع غيرها موجودة ومتوفرة. على قل يعني بنسبة متوسطة. ودي كانت نبزة سريعة عن بروتون جين توم. المميزات وعيوب وكمان مواصفات العربية. عايز برضو اقول حاجة مهمة. وهي لو في حد مع العربية دي. وممكن يضيف حاجة في التعليقات يريد تضيفها علشان كله يستفيد. وبالاخص الناس اللي بتفكر تشتري العربية دي. مشاكل اوليكو. اتمنى الفيديو يكون عجبكو. لو عجبك الفيديو او عجبك ما تنسوك. تبخلش عليها بلايك. لو مش مشترك او مشتركة او مشتركة وهسيب لكم لينك لفيديوهات القناة في الوصف ستتاخد فكرة عن بداية القناة. شكرا اوليكو. مع السلامة.